البداية من موقع المهريانات الذي صلت الضوء على الاحتفالات الواسعة بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقال إن الذكرى تأتي في ظل تمسك اليمنيين بالثورة ومبادئها أكثر مما مضى خصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبدأوا في هذا العام بالاحتفاء بهذه المناسبة منذ بداية الشهر الجاري عن طريق تزيين محالهم بالأعلام ورفعها فوق أسطح المنازل والقمم الجبلية وكذلك الشوارع العامة وحشد المواطنين للخروج في مسيرات ليلية وكذلك إشعال إطارات السيارات التالفة فوق قمم الشبال بحسب الموقع فقد عمل العديد من اليمنيين على النشر مقاطع فيديو وهم يرددون بيان الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك فيديوهات تحتوي على صور الثوار الأحرار بالإضافة إلى وضع إطارات لصورهم الشخصية باسم الثورة صحفيون قالوا في تصريحاتهم للمهرينة أن اليمنيين اليوم متمسكون بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأهدافها ومبادئها كما لم يتمسكوا بها من قبل لأن الجمهورية تتعرض لأكبر حرب في تاريخها والإمامة تحاول بكل قوة إعادة نفسها لذلك يرى الشعب نفسه ثائراً ولا شيء يشغل اهتمامه وتفكيره أكثر من الثورة والتحرر والجمهورية وذلك لأن حاجته لها اليوم كحاجته للماء والهواء أو حاجته للحياة ترجمة نانسي قنقر